بين مآس وكوارث عديدة تتشكل حياة المواطنين اليمنيين ففي كل صباح تظهر التقارير المحلية والدولية تزايد أرقام الضحايا في مختلف جوانب الحياة سواء كان من آثار الحرب المستعرة منذ نحو عقد كامل أو بفعل الكوارث الطبيعية والبيئية في البلاد والأخيرة هي الأبرز 150 شخصا هم حصيلة من قتل وأصيبوا بصواعق رعدية في أنحاء البلاد منذ مطلع العام 2023 وذلك وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليمني في ظل غياب البرامج التوعوية للحد من تلك الحوادث الأليمة زادت أعداد الضحايا الذين قتلوا جراء الصواعق الرعدية في اليمن منذ بدء موسم الأمطار في البلاد حيث تشير التقديرات إلى أن المئات يسقطون سنويا في اليمن فضلا عن نفوق الحيوانات والخسائر المادية الكبيرة جراء الصواعق الرعدية ما يجعلها من ضمن الأسباب الرئيسية للكوارث الطبيعية 61 ضحية بينهم نساء وأطفال توفوا خلال الفترة من 1 يونيو حتى أغسطس الجاري فيما أصيب نحو 20 آخرين في عدد من المحافظة وهي نسبة قالت عنها التقارير المحلية أنها أقل بكثير من الضحايا الذين سقطوا جراء الصواعق فضلا عن ضحايا سيول الأمطار وحالات الغرق المصاحبة لها والمقدرة بالمئات شهر أغسطس الجاري كان شاهدا على التصاعد الكبير في أعداد الضحايا مع تسجيل 19 حالة وفاة وأحدى عشر حالة إصابة خلال الأيام الخمسة الأولى منه جراء الصواعق الرعدية والأمطار والسيول حوادث الصواعق الرعدية تأتي مع تواصل موسم الأمطار والسيول المصاحبة لها في البلاد منذ مارس من العام الجاري حيث أعلن صندوق الأمم المتحدة في تقرير حديث تضرر أكثر من 80 ألف شخص في اليمن جراء الأمطار والسيول منذ مطلع العام الجاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر